السلام عليكم ورحمة الله يحتج البعض بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بما حصل في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه معاوية عندما تولى الخلافة وجاء المدينة وجد أن القمح الشامي يعدل ضعف غيره وجد أن القمح الشامي يعدل ضعف غيره فراء رضي الله عنه وأرضاه بأنه إن أخرج الرجل نصف صاع من هذا القمح فقد أدى الذي عليه فأخذ الناس برأيه رضي الله عنه أما أبو سعيد خدري رضي الله عنه فقال والله لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمسك بالأصل ولا حجتها هنا بارك الله فيكم فسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما خرج عن الطعام ما خرج عن الطعام وما قوم الزكاة بالمال إنما قال بأن هذا القمح يساوي ضعف هذا القمح فمن أخرج نصف صاع أجزاءه وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه وهو كان أميرا للمؤمنين وهو كان أميرا للمؤمنين ومع ذلك قد رد هذا الاجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجت بهذا القول ولم يقل معاوية رضي الله عنه بجواز إخراج زكاة الفطر مالا إنما قومها من جنسها وقال هذا يعدل ضعف هذا فلا حجت في هذا بارك الله فيكم ولا يقول لكم قائل بأن معاوية رضي الله عنه أخرجها مالا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر